موسيقى هي معركة جديدة فرضها الجيش اللبناني على جبهة النصر في مرتفعات رأس بعلبك لتنتقل الى جرود القلمون والثوار المرابطين هناك حيث بدأ الجيش اللبناني غارة جوية فجرا على تلال جراش وتمهيدا مدفعيا وكثافة نارية جعلته ينجح بتثبيت نقطة مراقبة بعد ان ادت الاشتباكات لجرح ما لا يقل عن ثلاثة جنود لبنانيين في حين حاول مقاتلي جبهة النصر التسلل الى نقطتين من نقاط الجيش اللبناني بالرغم من شراسة المعركة التي فرضها الجانب اللبناني سواء كانت من الجيش او ميليشيا حزب الله الذي اطلق صاروخا سقط بالقرب من احدى نقاط الجيش اللبناني على اطراف بلدة عرسال ليتهم الاخير الثوار السوريين المتواجدين في جرود القلمون باطلاقها الثوار في القلمون بدورهم اعلنوا عن استشهاد احد المقاتلين اثناء تصديهم لمحاولة الجيش اللبناني اقتحام الاراضي السورية واعلانهم التصدي لاية محاولة تسلل يقوم بها الجيش اللبناني قاصدا بها اعانة ميليشيا حزب الله ولواء بالفضل العباس الشيعية اضافة لميليشيا ما يسمى الدفاع الوطني حيث عجزت عن دخول السلسلة الجبلية خلال العام الماضي والتي يسيطر على اجزاء منها تنظيم الدولة فيما يتحصن الثوار وجبهة النصر في اجزاء اخرى منها اشتركوا في القناة